موسيقى مجزل لأهم وآخر الأنباء أهلا بكم التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدات إلى اليمن مارتين جريفيت لمناقشة المسجدات على الساحة الوطنية وجهود إحلال السلام في بلادنا وعبر نائب الرئيس في اللقاء الذي حضره وزير الخارجية خالد اليمان عن تقديره لليهود الأممية المبدولة في تحقيق السلام الدائم بما يؤدي إلى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية ولفت نائب الرئيس للوضع الإنساني ومساعدة الشرعية والتحالف لتخفيف من حدة معاناة شعبنا اليمني واستعداد قوات الجيش الوطني لفتح ممرات آمنة لنقل المواد الغذائية من مطاحن البحر الأحمر إلى المستحقين على وتنعى الجهود الحكومية المبذولة في تسهيل مهام المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال كما طالب نائب رئيس الجمهورية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على ميليشيات الحوث الإنقلابية لتنفيذ الاتفاقات والقرارات الأممية والجنوح للسلام وبما يحقق إنهاء معاناة اليمنيين ومنها حصار الميليشيات المطبق واعتداءاتها الهمجية على المواطنين في مدرية كوشر بمحافظة حجة وحرمانهم من أسباب البقاء وقصفهم للمنازل المواطنين العزل بالدبابات والصواريخ الباليستية مطالبا بفك الحصار عن حجور وإيقاف جرائمها ضد اليمنيين في مختلف المناطق اليمنية تفقد قائد محور الجوف محافظ المحافظ اللواء من العكيمي جبهات القتال في خب والشعف وصبرين واطلع على أحوال المرابطين في مواقع البطولة والشرف واستمع اللواء العكيمي من الأبطال المقاتلين إلى احتياجاتهم في معركتهم النضالية حتى تحقيق الناصر واستعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب وأشد قائد محور الجوف البطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني من منتسب المحور في مختلف المواقع والميادين والمعارك التي يخوضونها في وجه الميليشيات الانقلابية الحذية معبرا عن الشكر والتقدير لصمود الأبطال ورباطهم والتضحيات الغالية التي يبذلونها في سبيل تحرير الوطن وأمنه واستقراره حرر الجيش الوطني مسرودا بطيران ومدفعية قوات التحالف لمواقع جديدة في جبهة باقم بصعدة وأوضح قائد اللواء العاشر الأميد روكنا عبدو ألبرح أن ألوية الجيش الوطني في محور ألب نفذت عملية عسكرية مباغتة على مواقع ميليشيات الحوث الانقلابية وأقامت بتصفية اليوب في آل زماح والمعيض وتحرير منطقة آل قراض بباقم وبهذه التقدمات اعتبر للعميد ألبرح مديرية باقم دخلت في إطار المناطق المحررة والعمليات فيها تحاصرها من خمسة محاور وأسفرت المعارك عن أسل ستة ومصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيات الانقلابية واستعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وتفكيك مخازن ألغام وعبوات ناسفة كانت الميليشيات تجهز لزرعها على جبال ووديان باقم استهدفت مقاتلات التحالف العربي تجمعات وتعزيزات عسكرية للميليشيات الانقلابية في جبهة حجور بمحافظة حجة وقالت مصادر ميدانية أن مقاتلات التحالف العربي شانت ثلاث غارات جوية استهدفت عربة للميليشيات محملة بالذخائر في كوبري وواديمور ومواقع عسكرية شرق منطقة المندلة كما استهدفت المقاتلات معسكرة للميليشيات في منطقة المفخاذ ببني جعمان شرق المندلة إلى الجهة الشرقية لمنطقة العبيسة وبحسب المصادر في أن عشرات العناصر الحوثية سقطوا بين قتيل وجريح أعلنت قوات الجيش الوطني سقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية حيران بمحافظة حجة وتمكنت قوات الجيش الوطني من رصد الطائرة وتفجيرها على بعد كيلو متر واحد قبل وصولها إلى أحد الأسواق الشعبية في المديرية والذي كان يتواجد فيه عدد من المدنيين وتحمل الطائرة على متنها عبوات متفجرة كانت تحاول استهداف السوق في المديرية التي حررتها قوات الجيش قبل أشهر تمكن الجيش الوطني والمقاومة من استعادة مواقع وقرى في مديرية الحشة شمال محافظة الضالع وذكرت المصادر إلى أن الجيش والمقاومة حققوا تقدما كبيرا وحرروا مساحات شاسعة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية وشنت المقاومة الشعبية في الحشة مسنودة بوحدات من اللواء 30 واللواء 83 في الضالع هجوما على مواقع ميليشيات التمرد الحوثية تمكنوا خلاله من استعادة أبرز المواقع المطلة على قاعدة أو على قاع الأهذوف وسوق الطحون وقالت المصادر أن المعارك أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من مسلحي الإنقلاب الحوثي وأسر أربعة آخرين وصلنا إلى نهاية المجزيلة لقاء اشتركوا في القناة